هل تأخرت؟ ستكون هذه الحصة خفيفة وسهلة أوه، الرياضيات مادتي المفضلة ماذا؟ لم أعلم أن لدينا اختبار اليوم لم أدرس للاختبار حتى هل ستلاحظ المعلمة الكتاب؟ أوه، إنها لا تنظر ناحية الأستموحي قا ما الذي تفعل جانيفر؟ يا طالبة، يا ويلك لو كان ذلك كتاب الرياضيات حسناً لم تنجح هذه الطريقة ربما يمكنني اختلاص النظر لاختبار كيت يا لكي من ماكرة يا جانيفر جانيفر؟ كنت أتمدد فقط يا أستاذة ماذا سأفعل الآن؟ جانيفر؟ لقد تعمت من تصرفاتك أوه، لا أستطيع أن أرسب في هذه المادة مهلاً خاتمي لقد كان الحل في يدي طوال الوقت هل لديك ورق رسم بياني؟ أحضر المقص وقت عدة مربعات صغيرة منه ثم دبسها معاً لعمل كتاب ثم اكتب الإجابات عليها إنها صغيرة لكنها مقرؤة حالما تكتب كل الإجابات، ألصق الغلاف العلوي بخاتمك حالما يجف الغرع يمكنك استخدامه هو، أشعر بقوة الآن من كان يعلم أن الرياضيات قد تكون سهلة للغاية؟ ولن تلاحظه المعلمة تصرفي بعفوية يا جانيفر؟ إنني أراقبك يا جانيفر قد تحتاجين إذن إلى مظارة جديدة حسناً يا آمي، حان وقت تسليم هاتفي قبل بدء الاختبار يا لها من طالبة مطيعة حسناً أعطيني البقية الآن أوف، كيف عرفتي ذلك؟ كيف تتصرف إن قام أستاذك بفحب جميع أوراق الغش؟ نعم، حتى هذه القطعة كيف فكرت حتى بأنك ستفلتين بكل هذه الأوراق؟ ربما بالحظ حسناً يا كابن، سلم هاتفك أي شيء آخر يجب أن أعرف عنه؟ كلا، لن أحلم حتى بالغش فكلما أحضرته كان الكولا إن كنت بحاجة إلى مكان لإخفاء ورقة الغش فاقلب عبوة الكولا ثم باستخدام خطات ابدأ في كتابة المعادلات على البلاستيك لكن مع هذه المعادلة طويلة كيف لن تراها الأستاذة؟ لأنه عندما تقلب العبوة فإن الكولا ستغطي كل شيء والآن عندما تعاني في اختبار في الصف فيمكنك الاعتماد على عبوة الكولا الوفية لمساعدتك يا إلهي، هل سأصل على العلامة نفسها؟ حسناً، هذا ما يحدث عندما تعتمد على ورقة الغش أو بالأحرى تغشيش بالكاد مخفية من قال إن الرياضيات صعبة من الأساس؟ هل شركت المعرفة يا كيفين؟ طبعاً، لكن أعطيني ثانية لإخفاء يا أثاري ترينها الآن ثم لا ترينها؟ أنا سعيد لتذكري وضع أغراضي في الخزانة فقد أصبحت حقيبتي أثقيلة مهلاً، لقد نسيت وجود هذا في جيبي لفافة كاملة من علكة لذيذة؟ إنها على وشك أن تتغطى بالأوساخ بسرعة أمسك بها قبل أن تقع لا، علكتي يا، ما لم تكن تحب الشعر والأوساخ فإن هذه العلكة غير صالحة للأكل يا، إنها مقززة ما الذي حدث لهذا الشيء؟ يا، أبعد عن وجهي ما الذي ستفعله بشريطي اللاصق؟ سترين هل تعلم أن موزع الشريط اللاصق قد يعمل كحامل للعلكة؟ أولاً، غير شكل موزع الشريط مع بعض الطلاع يبدو رائعاً الآن ضع لفافة العلكة داخله مرحباً لالي، كيف الحال؟ مرحباً كافين، هل يمكنني الحصول على العلكة التي وعتني بها؟ هل تقصدين هذا؟ ها؟ خذي قطعة ستحصل على الحجم المثالي كل مرة تتجدبان أطراف الحديث قبل بدي الحصة؟ هذه السعادة على وشكي أن تتحول إلى حزن أعمل أنكم مستعدون؟ الاختبار مفاجئ منتاز، صحيح؟ لديكم خمسة وعشرين دقيقة ابدأوا الحل، لا أعرف حتى من أين أبدأ تركزوا على الاختبار ألو؟ هل سيغادر الصف؟ نعم، إنه على وشك الخروج من الصف ويا السلام، نحن لوحدنا سأحاول العذور على الإجابات سأراقب المكانات لأقيامك بذلك لا أستطيع حفظ كل الإجابات لكن يمكنني كتابتها بسرعة هذه الورقة الصغيرة ستنقذ حياتنا اليوم الوضع مستتب لا، لم أرتدي أجمماً طويل اليوم لكن لدي شعر طويل ونعم، طوله مثالية هل ترى هذا اللاصق المزدوج الوجه؟ ضعه على الجزء الخلفي من الورقة ثم قصه عن اللفة وانزع الغلاف آمن أن تبقى هذه الإجابات ملتصقة بسرعة، ألتقيها على جديلتك لا تنسي قلبها إنه قادم أوف لا، بس أنا بخير لقد نجحنا أعتذر على ذلك يمكنكم وصلة الاختبار الآن بفضل هذه الحيلة الذكية كل الإجابات أمام عينيك مباشرة والأستاذ لا يشك في أي شيء ليست هذه خدعة عبقرية؟ لماذا أشعر دائماً بأن أعيسي في الفصل بعد الانتهاء من وجبة الغداء؟ هل أنا مملة؟ أهنسة صوفيا؟ استيقظي ماذا؟ أو تباً غفوت مجدداً مهلاً لحظة لدي فكرة هل تتمنين لو لديك نظارات كهذه لارتدائها في المحاضرات المملة؟ اتبعي صورة كبيرة لك على نظاراتك كهذا قصي عدسات النظارات ثم ألصقي هذه العيون على نظاراتك يمكنك لسقها بشريط لسق مزدوج أو غراء شفاف مثالية واو يبدو هذا حقيقياً لذا في المرة القادمة التي تحضرين بها محاضرة مملة وتجاهدين للبقاء مستيقظة أحضر نظاراتك تلك وانطلقي إلى عالم الأحلام سوفيا هل أنت هو السوفيا؟ أوه هذا يوضح الأمر سأعيرها ملاحظاتي لاحقاً حتماً ستحتاجها أحلام سعيدة يا فتاة آه ورقة الغش جاهزة للطي هل تعتقدين أن الأستاذة ستلاحظها في الصف؟ ربما من الأفضل استخدام نسخة أصغر لنرى إن كان بإمكان الأستاذة رؤية هذه الورقة ماذا؟ إنها كبيرة جداً على جبي الصغير هذه المعادلة طويلة لا تتسع لأوراق الغش هيا نحشري في الورقة أف لا يمكنني حفظ كل هذه المعادلة لوحدي هل أنت قلقة من اختبار الغدية جانيفر؟ تفضلي ها ها ظريفة للغاية ووووو البالونة المسكينة؟ لحظة خطرت لي فكرة رائعة هل تريد ورقة غش مثالية؟ اكتب المعادلة على بالونة منفوخة حالما تفرغ من الهواء تماما ضع شريطا لاصقا فوق الحبر الراطب لنسخه ثم ألصق الشريط بظفرك إنه صغير جدا لن يشك أي أحدا بأنك تغش سأحصل على ممتاز في هذا الاختبار يا لها من خدعة مفيدة أوه أوه هناك شعرات متطايرة سيحل مثبت شعر المشكلة ماذا؟ اختبار العلوم اليوم؟ أوه كيف نسيت سأحاول أن أدرس على عجلة لم أفتح هذا الكتاب منذ دهر يا له من غبار كثير أوه لن أتذكر أي شيء من هذه المعلومات يبدو أن الرسل مقدري أوه هذا اليوم سيء من جميع النواحية يا ويلي لحظة؟ هل يمكنني الكتابة على جلدي؟ لقد خطرت لي فكرة ذكية يمكنني مزرد كتابة الإجابات على ركبتي إنها أفضل ورقة غش استخدمتها على الإطلاق لست مضطرة أبدا لحفظ المعادلة الصعبة يلها من طريقة رائعة للاستفادة من جلدك يا مادسان ولضمان عدم طلطق الحبر سأستخدم مثبت الشعار ممتاز أنا مستعدة تماما للاختبار إنها الجريمة المثالية وعندما لا تنظر المعلمة سألقي نظرة سريعة على ركبتي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة